تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حكب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 537 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت قرابة 338 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية وفي مجالية حكب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 90 طن وفي مجال حكب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من 219 طن وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 3 أطنان وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 25 طن أسمن تحدي التسليح وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 341 قضية من بينها 82 قضية خبز نقص الوزن و60 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 9 قضايا بمضبطات بلغت 125 طن